اللعب فيها اللاعب من سن 12 إلى 23 سنة كان لازم يتقال أن الفلوس دي ما تبقاش إنكلودد أو ما تبقاش موجودة في ثمن الصفقة تبقى مضافة على ثمن الصفقة يتقال يتحملها النادي صاحب العدل اللي هو جلطة سراء يتحملها جلطة سراء لكن هو في الحالة دي هو الزمالك هو اللي متحملها من قيمة الصفقة يتحسب بالخمسة في المية من توتل الصفقة ويدفعها جلطة سراء أغلب الأندية الكبئية يعني عندما بتعمل العقود طبعا بياخدوا بالهم من حاجة زي كده لكن للأسف اللجنة اللي كانت موجودة في الوقت ده ما أخدتش في حسبانها حاجات كتير من بينها الموضوع ده شكرا يا محمد محمد ببنا النقد الرياضي بشكرك طبعا على توضيح الأمور دينا طبعا هنتحقق يعني الكلام محمد أنا هاخده وهحقق فيه إن الكلام ده صح ولا لا هحقق فيه إزاي بالعقود الممثلة دايما لما تيجي النهار ده عايز تحقق حاجة تجيب العقود الممثلة أنا بصراحة ما عرفش العقود بتتعامل عقود البيع يعني بتتعامل إن معظمها بيتحط فيها بند فعلا إن الخمسة في المية بتاعت حول الرعاية يجب أن يتحملها النادي اللي مشتري النادي اللي شاري اللعب مش النادي اللي بايع هل ده بيتحط في العقود؟ لو طلعت دي حقيقة يبقى في مشكلة في تقصير يبقى الناس اللي عملت العقد أضعت على الزمالك حوالي 120 ألف دولار 120 ألف دولار يعني بتتكلم في حوالي 2.5 مليون جنيه أيا كان الرقم كام ولو لا كل العقود ما بتتعملش بالشكل ده هنحقق فيها هنحقق فيها لكن هو الواضح إن من بيان نادي الزمالك إن نادي الزمالك أكيد مش هيسيب حقه نادي الزمالك هيدور على حقه وهيطلب غرامة وطبعا لو في تقصير من اللجنة المعينة اللي كانت عاملة للعقد وقتها أكيد ده هيطلع ولكن احنا بنوعدكم إن احنا هنقول لكم الحقيقة لكن أنا النهاردة ما أقدرش أخد كلام محمد البنة هنا كلام مسلم من غير ما دور صح ومن غير ما حقق صح ومن غير ما نعمل الهومورك بتاعنا ونذاكر صح ولكن في النهاية 3.800.000 دولار دول بتوع مصطفى محمد الزمالك يعني أشد الاحتياج ليهم في الوقت ده الزمالك داخل على موسم جديد تعاقدات مكافآت خاصة للعيبة في الاسبرينت الأخير من الدوري وكاس مص حاجات كلها الزمالك محتاجها مستشار مرتضى منصور يعني اتكلم قال إن خزنت الزمالك داخل لها فلوس داخل لها فلوس يعني داخل على ربع مليار جنيه داخلها في الفترة القادمة وهو ده أنا شايف إن دي حاجة كويسة وده اللي أنا كنت بقول لكم فاكرين أيام اللجانة المحينة كانوا بيعملوا غلطة كبيرة جدا إنهم يطلعوا يقولوا إحنا معناش فلوس الخزينة هواية الخزينة ما فيهش فلوس الخزينة فاضية وأنا كنت بطلع ساعدتها وقول لهم انفعش إن إنت تقول كده لازم تطمن اللعيبة بتاعتك ولازم تطمن الموظفين بتوعك ولازم تطمن الناس اللي موجودين جوه النادي واللعيبة اللي إنت بتتعاقد معاهم وهو ده الزكاة اللي بيعمله مرتضى منصور إنه هو حتى لو هو مفيش فلوس عمره ببطلع يقول كده وهو ده الصح بيقول لك حتى بالبال دي كالصيت ولا الغنى الصيت ولا الغنى أنا النهاردة مهم جدا إن أطمن الناس أطمن الناس فيه فلوس في الخزنة فيه فلوس جيها لي أنا داخل على الرعايات ليه عشان لن ماجي النهاردة قاعد أتفاوض مع العيب مثلا أنا داخل في منافسة عليه مع نادي واثنين وثلاثة وده بيحصل ما يبقاش اللعي بقى الآن ما يبقاش اللعي بقى الآن لازم أول حاجة اللعي بيبقى متطمن على إن مجلس الإدارة اللي موجود مستمر ما عندوش مشاكل وده الحمد لله دلوقتي موجود ما فيوش مشكلة والحاجة التانية إن فيه فلوس مش أنا همضي وبعد كده بقى هابطر عبتده دور على فلوسي حاجات كتيرة جدا بتساعد أي نادي على إنه يستقدب العيبة على إنه يمضي العيبة التاريخ لا يكفي واسم النادي لا يكفي آه ماشي التاريخ واسم النادي أكيد بيساعدوك ولكن موقف الفريق في السنة الجاية مشاركاته الأفريقية مشاركاته القرية المدرب اللي موجود ده هو اللي موجود ولا لأ هتعرفت بيها للمشروع المدرب يعرف بيها للاعيب المشروع على فكرة موظم اللعيبة اللي انتو بتشوفه بتتنقل دي بلازم المدرب بيتكلم مع اللعيب بيكلمه بيقوله طول عمرنا وانا بيجي روحين أي نادي لازم المدرب بيكلمني ميدو أنا عايزك أنا هلعب مثلا باتنين مهاجمين انت وكذا وانا طريقة اللعب بتاعتك عايزك في المتشاط اللي هي كذا وهنلعب بكذا بتاع بيباع لك مشروع عشان تقدر ان ان انت تجيب لعيب كويس هل تقدر بقى ان انت تجيب لعيب كبير من غير ما يكون عندك مشروع مستقر وهو ده اللي انا بقولكو عليه احنا النهاردة لما كنا بالنادي وعارفين وبنقول ان مشكلة اللي جان المعينة مش الكواليتي بتاعت الناس اللي موجودة العكس الكواليتي بتاعت الناس اللي موجودة معظمهم ناس محبين للنادي وناس عندهم خبرات وكل حاجة ولكن الفكرة نفسها بتاعت اننا جاي ست سبع شهور والله اعلم انا قاعد ولا لأ او مين اللي جاي وايه المستقبل بتاع النادي ده بيحط النادي في مشاكل كبيرة جدا ربنا ما يرجعها ايام على اي نادي على فكرة ربنا ما يرجعها على ايام على اي نادي ولكن بالذات الزمالك بالذات الزمالك لان الزمالك خلاص وصل الحمد لله الحالة من الاستقرار كويسة ان شاء الله الامور تفضل تفضل مستقرة بشكل كويس ارجعكم تاني لمصطفى محمد يعني اللي كيب طبعا صحيفة الشهيرة الفرنسية بتقول ان مصطفى محمد يعني قريب من الانتقال نادي نانت طبعا نادي نانت عايز اقول لحضراتكم نادي من الانداج كبيرة في فرنسا نادي من الانداج كبيرة في فرنسا هو صحيح انا الدوري الموسم الماضي في المركز التاسع ولكن نادي ملعب يعني عظيم انا فكر للاعة الدمة بطالة الرأو بتاع نانت ده في نانت ده ملعب عظيم يعنى وناندي على فكره ام مصدر للعيبات الجايدين جدا طول عمرو بيطلعince اللعبة كويسة طبعا لايه في نانت نور الدين نايبت لايه في نانت ماكاليلي لايه في نانت اعتقد ماسيلدوس لايه في نانت ام مين تاني لايه في نانتا جماعة نانت لايه فيه ام العيبة ام لعيبة كبيرة جداً على مر التاريخ وهم على فكرة أبطال الكاس وأول ماتش ليهم في الدورة باريس سان جيرما وأنا عن نفسي أتمنى أن المحطة الجاية لمصطفى محمد تبقى فرنسا الدورة الفرنساوية دورة متشاف كويس جداً في أوروبا دلوقتي طبعاً بنجوم كبار موجودين في أوروبا في فرنسا ميسي نمار مبابي كل النجوم اللي موجودة دلوقتي ومنافسة دورة حلوة جداً وأنا بقول لكم أن مصطفى محمد يليق على الدورة الفرنساوية الناس على فكرة بتفكروا أنه دوري سهل فأنا بقول لكم يعني واحد من أصعب الدوريات اللي أنا لعبت فيها كله ماتشات صعبة وكل أسبوع بتلعب قدام مدافع جامد جداً كلهم لعيبة دولية سواء أفرقى سواء أوروبيين بس معظمهم لعيبة دولية أنت بتتكلم أفاكر كل أسبوع ماتش جامد مارسيليا باريس سان جيرما مارسيليا موناكو مارسيليا ليون مارسيليا سان تتيان مارسيليا نيس برضو دا ديربي كلها ماتشات صعبة كلها ماتشات صعبة جوة ملعبك وبره ملعبك أنا عن نفسي أتمنى أنا أعرف طبعاً أن مصطفى محمد وكيل أعماله فرنساوي يعني نصه مصري نصه فرنساوي آدم اللي هو كان هيوديه سان تتيان قبل موضوع جالة السراي وكان بعد كده هيودي بردو لما الموضوع وقف لو تفتكروا ساعة محسكة لمنتخب كابتو حسين البدري فنعرف أنه قريب جداً من الماركت الفرنساية وتمنى أنه ينتقل لفرنسا يعني طبعاً موضوع الرعاية ده ماجد سامي أكد أن هو حتى تواصل مع طنطة وتواصل مع الأندات تانية الداخلية الأندات اللي فيها مصطفى محمد عشان يحصلوا على حقوق الرعاية ماجد سامي طبعا مش هيسيب حقه انسوا لو مين لو خمسمائة دولار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة